المطبخ التونسي مماما ألفا مرحبا بكم الناس لكل يوم شعرون مبعضنا الكريب مالحة على السريع كلمة العادة هناك الكيس ينقص به 250 مليلتر الكيس عبيته فارينة و قضه أحليب وعليه مغرفة صغيرة ملح 30 جرام أو 35 جرام ملح و كعبتين بيت هذه الكريب مالحة إذا تحبوها جميلة فاني و سكر بسم الله تخلطوها وضعها في الميكسر بركة ثلاثة 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 أجلب 2014 ثلاثة 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 الفبيضاء هذ تخanges ثلاثة نحن به سوف نرخفها بخشينة حليب و ميره لأن الكريب يجب أن تكون رهيفة نضع زيت كريب يجب أن تكون رهيفة و تحافظ على طراوة نضع الصحن نبدأ بسم الله نضع زيت مكبوسة نضع زيت مكبوسة و نضع زيت حليب بسم الله نضع 50 ملع الكاكا نضع زيت مكبوسة 300 ملع حليب و نضع زيت مكبوسة 250 ملع فارين فارين لا تشربوا لن تساعدوا كما قلت لكم نستعمل فارين جديدة لأن هذه الفارين لا يوجد فارين لا يوجد فارين و كلما نضعها نضعها بسم الله نضعها بلايك نضعها 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 نضع زيت مكبوسة بسم الله نضعها و نضعها بسم الله نضعها 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 فصيل ماء تركيز و تكتيك كريب المال تطيب على روحها مثل الشيرة الحمرة تضيف الحشو و الشيرة البيضة تطيب فوق المقلة لن تحرق تضيف الماء قمت برستم تفكير قمت برستم متعنة قمت برستم تحرين القمت برستم تحرين حتى هنا نضيف حدث قمت برستم تلبح حضرت الحشو والحشو والتعامل كما تحبوا انتو ماء انا بشنا عمل طن وشبن وهريسة هريسة ولكوعب كاملة ونحضل جدا من العمل سوس بلانش بكاتشاب هريسة هو بسبب سوس ساموراي موزرلا هريسة يا بورجن نجد سحن صغير نضع فيه أول قيبة هذه الطائبة هي من داخل والذي نقص طيب هي المنبر أولا نضع هريسة سوس المنش نضعها الطن و جبن و كعبة نضعها بروبة و نضع كعبة جبن أخر نضعها 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 و نضعها و نضعها نضعها لنضع كراب و لا تخلص كبيرة لا تتواجد الكريبة تقطعها قليلام بمضر Geri نضيفها كتل ويقوم بالطريقة وننظر أخرى نقوم بتحمر و تنسق ملوطة نقلبها و تكمل الطيبة على وجهها و نهبطها لكي هي حكايتها نعمل نوع اخر نعمل سوس كتشاب حعبة هذي سوس الدرش طم جبن و نضيف طرنش بودة و لا نضيف اضمها سوس كتشاب جبن و نجم و نجم الوصي و هكذا و هكذا و ذلك سوف تكون أجل على زيادة نسكر عليهم المعروفين ونسكر عليهم من خارجات ونسكر عليهم المعروفين ونسكر عليهم المعروفين هذا هو مصور وطبا هيكملناهم زيناهم حطيناهم وهيدي الكعبة قلي بش انشوفوها مع بعضنا بسم الله بش انهم انهم قليوا لا يعاون تلقي ويرجوا تلقي واشنوها في تونس وطبا في المنطرة يكون هناك وصفة تلقي المهاون شاء الله أجبكم في حاقة أخرى وصفة أخرى وبس ليم استنيني وين حكاوتي إيلم الزيلة؟ أحايا كاتك